اشتركوا في القناة 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 هذا سؤال صعب قديش لازم يكون ولكن مبدئيا انا للإيديهن كبار نوعا ما القياس لازم يكون 23 سانتي الإيديهن أصغر شوي صغير زي إيديهن باسل مثلا القياس أو عليه 22 سانتي ولكن هذا مش إشي محدد لأنه أنا مرات بيجي عبالي إني أغير لون وطعمي بالآله بحب أسمع صوت اللي هو حاد أكتر فبستعمل حتى اللي هي كمان 22 أو 21 أو 20 أو أصغر فليختلف يعني القياس باللحن والنغمة أيضا؟ أكيد طبعا إلا كل آله في دزان معيان وكلما كبر القطر كلما سمعنا الصوت بشكل قرار من سميب الموسيقى أكتر فكلما كان الصوت أعرض وأكبر وكلما كانت أصغر كلما كان الصوت حاد ورفير أكتر طبعا دعنا يعني نسمع بعض من الإقاع يعني على الأقل لنطلع ونخرج من سياق الحديث السياسي والاقتصادي وأيضا نسمع للمواهب الشابة أكيد هالمرة رح إسا نقدم لكو مثلا مقطوعة في عدة مقطوعات إقاعية اللي هي من تأليفة واحدة من المقطوعات اسمها رقص الأنامل فرح نقدم لكو مقطع بسيط منها ومن باشر الحديث وإذا تحبوا كمان عنا كمان عدة مقاطع اللي نقدمها إياه ممكن رأة رقصة الأنامل إيش يعني بالضبط ولاش سمية والاسم رقص الأنامل الأنامل يعني الأصابع رقص الأنامل فهي عمليا نوع من أنواع الفرح اللي موجود بالإيدين وطبعا المقطوعات اللي أنا مألفها فيها عدة مستويات لطلاب مبتدئين لطلاب متقدمين وطلاب متقدمين أكتر وأكتر ففي عنا عدة أنواع من الموسيقى اللي منعزفها عدة عدة يعني في أشي اللي منسميه التاتش طبعا العازف وهذا يعني بيكتسبوا بعد سنين فبيختلف المقطوعة حسب المهنية طبعا الطالب وحسب عدد السنين اللي هو يتعلمها وكمان من ناحية نوتا يعني فطالب كمان طلاب كيلاته تقرأ نوتا اللي هي عمليان اللغة الموسيقية ففي اختلافات طب سؤال يعني أخير أول حركة ممكن نتعلمها لما بنصل لهاي الآلة أو الإقاع الأول جميل جدا الإقاع الأول بالمناسبة بهذا السؤال راح أنوه لشغل صغيري أنه الإقاع يعني ممكن يكون عبارة عن مش مجرد عازف على آلة ممكن يكون عازف كتير أبسط عن هيك زي ما حكيت إقاع القلب اللي هو عمليا انتظام ضربات معينة بصوت معين وهذا التكرار بهذا الصوت بيعمل إقاع حتى حنفية بتنقط مي بهاي الوتيري تمام وقع الحصان إقاع الفصول ففي عندي إيش اللي هو بعيد على حاله بيستمر بنفس القالب فأبسط إيش ممكن نتعلمه على الآلة تبعتنا هي الضربة الأساسية اللي بنسميها الدم اللي هو صوت القرار بالموسيقى والضربة التانية أو النغم التانية اسمها التك فعمليا عندي الدم اللي هو الصوت العريض عندي التك اللي هو الصوت الحاد والرفيع وبين هذا السؤال والجواب أنا بابني كل الإيقاعات اللي هي القوالب الموسيقية المنظومة على ضربات قوية وضربات ضعيفة مع بعض لابد أن نقفل ونقفل مع قالب موسيقي وأيضا مع معزوفة بالطبيع لنترك المشاهدين والمستمعين يستمتعوا أيضا معك ومع هذه الفرقة الجميلة أكيد أولا كمان مرة كل عام وانت بخير شكرا لأيكم للجميع راح نقفل بمقطوعة كمان من تأليفها اسمها مقطوعة أمل وهي الأمل سميتها أمل حتى عنجات تخليلنا أمل بطلاب حلوين عن هالشيك اللي نشوفهم بالمستقبل هن يجبونا معاهن لمقاولات والعازف طبعا الجمهورة العزيزة نترككم مع هذه الوصلة الشيخة استمتعوا واستمتعوا أكثر فأكثر عنان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة